موسيقى فاكرين يوم الاربع ويمكن قبلها يوم الاسبوع اللي فات بالكامل يعني لما قلت ان اللي بيحصل او انه يجب ان يكون هناك تنسيق ما بين الجهاز الفني للمنتخب والنادي الاهلي لو حضراتكم فاكرين هذا الامر وعلى الجانب الاخر قلت ان لازم يكون فيه تنسيق ما بين المنتخب والمحترفي بشأن انضمامهم للمعسكر هذا الاسبوع وقلت وقتها معلومة مش توقعات وطبعا شفتوا اعلان منتخب مصر اعفاء محمد صلاح نجم مصر وليفر بول الانجليزي عن مواجهة اثيوبيا وده لانا قلتوا الاسبوع اللي فات يعني بصوا حضراتكم لما البيان الصادر للصحفيين بخصوص ان محمد صلاح مش موجود مع المنتخب في مباراة اثيوبيا مكتوب في ايه مكتوب في هذا البيان يعني مكتوب في ان محمد صلاح مش هيبقى موجود لان المنتخب ضمن التأهل الى الوصول الى الامم الافريقية وبالتالي هي مباراة اثيوبيا هي تحصيل حاصل فبالعقل لما النادي الاهلي طلب لاعبين هما لا ينضموا للمنتخب لم يكن لأي شيء اخر الا لشيء واحد فقط الكلام اللي اتحاد كرة القدم حطوا بشكل رسمي في بيان وزعوا على الصحفيين وانا هنا مقصدش كابت محمد صلاح محمد صلاح ده يعني انا شخصيا من الناس اللي بتعشق محمد صلاح ولكن مش هقولي شمعنا محمد صلاح لكن لما تيجي تقول لأعيب منتخب بيعتذر عن او مجاش علشان احنا بنريحه وعشان المباراة اثيوبيا غير مباراة غير مهمة او مباراة تحصيل حاصل شمعنا لأعيب في المنتخب يحصل معا كده ولما النادي الاهلي يطلب يبقى قصة وحكاية ورواية لما النادي الاهلي طلب انا فاكر قالك ان المنتخب عنده مباراة مهمة والمنتخب اصله التصنيف والارتباطات والحاجات اللي حضرتكو عالفينها دي لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تسمع قصة الارتباطات وكذا 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 لما تيجي تتكلم عن اي حد تاني بغض نظر عن محمد او غيره يقول لك اصل المباراة حصيل حاصل طب هي اسيوبيا مباراة مهمة ولا تحصيل حاصل طالما هي المباراة تحصيل حاصل ومن حق المدير الفني يشوف لعيبة تانية يخوت بهم هذه المباراة انا بشوف ان دا كلام مصبوط 100% ولكن هو دا بيتطبق على محمد صلاح او على اي حد في المنتخب إلا لعيبة النادي الاهلي سبحان الله انت طلبت حاجة على الجانب الاخر اتغيرت التبرير لأي لعب في المنتخب حاجة ولكن التبرير او عندما يطلب النادي الاهلي يبقى التصنيف ومباراة مهمة وكذا والتعنت والكلام اللي احنا كنا بنقوله الاسبوع اللي فات والحقيقة انا كده التدري تقلع على المنتخب مصر لانه يمكن لما الاهلي طلب اعفاء لعابي من معسكر سبتمبر كان واضح ومحدد في طلبه من المنتخب خلاص التأهل الى او الهدف من هذه المباراة خلص لانه المنتخب تأهل الى بطولة الامم الافريقية وطلع المدير الاداري ساعتها وتكلم بشكل غير صحيح الاساس غرابة عن النادي الاهلي وردنا وقلت لحضراتكم ايه اللي حصل ولكن اكتشفنا حاجة اقلقنا اكتر عن المنتخب ودي معلومة بالمناسبة مش تكاه ان هناك حالة من الاستياء داخل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام من تصرفات المدير الاداري لمنتخب مصر وانه شايفين ان هناك نوع من انواع عدم التفاهم في هذه التصرفات الفردية داخل ادارة المنتخب وده بيودينا لتساؤل مهم يا كابتن حازم هو حضرتك مفروض مشرف انت اللي تعمل كل هذه الامور واللي هي بتتعامل مع اندية واندية لا وعايز اسأل سؤال برضو هو ليه ده الكابتن حازم ليه اتحاد كرة القدم مش عاجبه اداء المدير الاداري المنتخب ووصلت الامور لمناقشات بخصوص مستقبله بعد المعسكر اللي جاي وقابل امم افريق مع وجود بعض المشاكل الادارية عشان كده انا بقول انا الان على منتخب مصر رغم ان انا كنت متوسم خير جدا في هذا الرجل اللي هو روي فيتوريا اتمنى يعني وزي ما اتكلمت بالعقل وفي الحلقات اللي فاتت تقولنا بان اتمنى روي فيتوريا يكون اكتر خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف انت عملت موقف مع نادي الزمالك او غيره والله مش بتكلم على نادي الزمالك ولكن انا بتكلم على اي نادي عملت معه موقف وسبت لعبته سيب لعبت النادي الاهلي في ظل عدم احتياجك ليهم لو كانت المباراة مهمة ولم تنتهي صدقوني ولا كان حد حيبت حبوقه ولا كان حد حيطلب لعبته ولا حاجة خالص هو ده النادي الاهلي وهو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في لازل عمر وبعدين بقرأ بعض الاعلامين يقولك ايه ما تروحوا تتكلموا مع جنوب افريقيا عشان وتتكلموا مع اتحاد كرة جنوب افريقيا اتحاد كرة القدر في جنوب افريقيا عشان برسي تاو حضرتك انا اللي بيقول هذا الكلام يعني انا نادي مصري اسمي النادي الاهلي لما اتكلم مع الاتحاد بتاع بلدي ده مقبول جد ولكن انا ما اتكلم وبعدين انا لما يبقى عندي غياب في الاول عشر لاعبين غير لما يبقى غياب سبعة غير لما يبقى غياب اربعة غير لما يبقى غياب واحد او اتنين فانا اللي بيقول هذا الكلام يروحوا تتكلموا مع ابتوى جنوب افريقيا ومع ابتوى الاتحاد في جنوب افريقيا والاتحاد في تونس بنقول لهم جماعة انا جاي لاتحاد كرة القدم المصري الاتحاد بتاعي اللي انا في وقت من الأوقات عندما طلب مني أننا نلعب مباراة في كاس العالم للأندية بدون لعبت الدوليين عشان هما في مهمة وطنية يعني كلنا قلنا مصر أولا فما فيش مانع أننا طالما اتحاد كرة القدم ما عندوش مشكلة في هذا الأمر أو المباراة ما فيهاش أي مشاكل وهي تحصيل حاصل ايه المشكلة لما سيب اللعيدة خصوصا بعد موقف محمد صلاح طول عمر النادي الأهلي بالأفعال مش بالكلام طول عمر النادي الأهلي هو الداعم الأول للمنتخبات الوطنية مش بس فيه كرة القدم ده فيه كل الألعاب التخب مصر محتاج إعادة ترتيب عندنا مدير فني على أعلى مستوى بالمناسبة عندنا بعض الأخطاء الإدارية اللي بتحصل زي ما حضراتكم شايفين وواضح إن احنا محتاجين ناس تبقى فهمة أكتر من كده أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لإنه إحنا منتظرين إيه اللي حيحصل في كاس الأم الأفريقية على الجانب الآخر لإنه في ناس كتيرة جدا بتسألني أو بعثتلي أو أنت ليه كابتن إسلام ما بتتكلمش على محمد بركات أقول لحضراتكم أن ليه ما بتكلمش على محمد بركات وأنا راجل صريح كابتن محمد بركات أحابب أن أنا أشيد بدوره هتقولي تشيد بدور محمد بركات هتقولي تشيد بدور محمد بركات محمد بركات لعب دور كبير جدا جدا في إنهاء هذا الموضوع مش عشان الأهلي لا عشان هو شايف أن هذه هي المصلحة لنادي مصري اللي هو النادي الأهلي ولا منتخب مصر لأن بركات شاف أن التعنت ده ملوش لازمة لازمته إيه يعني إيه المستهدف من التعنت اللي بيحصل ده فريق بيسعى لتحقيق بطولة المصر هو قال كده بركات بالمناسبة في اتحاد كرة القدم فريق بيسعى لتحقيق بطولة المصر ما نقف معايا زي ما حصل أبلي كده بركات أهلاوي آه أهلاوي بيحب الأهلي بيموت في الأهلي وبيعشق تراب الأهلي بس هو هنا مش بيخدم الأهلي هو بيخدم كرة القدم المصرية وده اللي أنا كنت بقوله لكابتن حازم لماذا لم يتدخل كابتن حازم في هذا الأمر لما تدخل في موضوع يخص الزمالك ما عندناش مشكلة بالمناسبة انتدخل في الزمالك والإسماعيلي والأهلي وكل الأندية المفروض يعني لأن احنا بنتكلم هنا على مصلحة الأندية المصرية فأنا الحقيقة حابب هنا أن أنا أوضح لحضرتك كأهلاوي دور أنا كأهلاوي يعني دور كابتن محمد بركات في اللي حصل الفترة اللي فاتت أنا عارف إيه اللي حصل وبالتفصيل بالمناسبة ولكن أنا ما اتكلمتش فيه غير لما انتهى فعشان كده كنت بسيب الكلام اللي يتقال يتقال لكن محمد بركات كان له دور كبير في الوقوف مع نادي مصري سيقف على منصات التتويج باسم مصر لو ربنا كرمنا يوم 15 وقال يا جماعة ما لوش لازمة اللي بيحصل ده كله ما ندي للناس اللي يلعبوا ماتش أثيوبيا ويمشوا فأنا برضو من هنا حابب أن أشكر كابتن محمد بركات وبالمناسبة لما يبقى فيه حاجة أن أنا انتقد بها بركات بانتقد أو كابتن محمد بركات بانتقد ولكن أنا بقول لحضراتكم الحقيقة كاملة